Clinical Picture of Chronic Myeloid Leukemia الصورة الإكلينيكية لسرطان الدم النقوي المزمن Clinical Picture of CML متوسط عمر الإصابة للمريض ما بين 50 إلى 60 عاما كلمة مزمن تصف تطوراً تدريجياً أو بطيئاً من خلايا غير ناضجة في سرطان الدم النقوي المزمن ينتج نخاع العظام عدداً كبيراً من خلايا الدم النخاعية في مراحل نضوج مختلفة بما في ذلك الخلايا المعروفة بالخلايا المحببة غير ناضجة يؤدي ذلك إلى الإنتاج الزائد من خلايا الدم النخاعية في نخاع العظام الذي يؤدي في النهاية إلى منع الإنتاج الطبيعي لخلايا الدم الحمراء الضرورية لتوصيل الأكسوجين لجميع خلايا الجسم يؤدي هذا إلى تقليل أو زيادة إنتاج صفائح الدموية عن المعدل الطبيعي التي تلعب دوراً حيوياً في إيقاف النزف يتم تشخيص المرضى المصابين بسرطان الدم النقوي المزمن أثناء الفحص الدوري أو بعد طلب رعاية الطبية بسبب نقص الطاقة أو التعب الذي ينتج من فقر الدم وعند تشخيص هذا المرض يجد أن هناك ارتفاعاً في عدد خلايا الدم البيضاء عن المعدل الطبيعي عند معظم المرضى يحدث كذلك ألم في منطقة البطن نتيجة تضخم التحال الذي يؤدي عادة إلى حالة من عدم الارتياح في البطن والجزء الأيسر من الصدر يصاب كذلك مريض سرطان الدم النقوي المزمن بارتفاع في درجات الحرارة مع ضيق في التنفس سبب سرطان الدم النقوي المزمن هو شذوذ جيني يمثل إعادة ترتيب غير طبيعي تحدث للمادة الوراثية يتبادل أحد الكروموسومات جزءاً من الجينات الخاص به مع الجينات الموجودة على الكروموسوم الآخر يتم تبادل الجينات من كروموسوم رقم 9 مع الجينات الموجودة على كروموسوم رقم 22 وذلك يسمى بكروموسوم فلاديلفيا ترجمة نانسي قنقر